اتجهت العديد من المؤسسات العامة والخاصة إلى جانب الأفراد في مملكة البحرين إلى استخدام الطاقة المتجددة من أجل الحفاظ على البيئة والاستدامة حيث يؤكد ارتفاع الطلب على استخدام هذه اللوائح الشمسية على التعاون المجتمعي لتحقيق ما نسبته 28% من هدف مملكة البحرين بحلول عام 2025 مع اتجاه الكثير من المؤسسات والأفراد في مملكة البحرين لاستخدام طاقة مستدامة وتحقيق وفورات في فواتير الكهرباء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة ارتفع حجم الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة بنسبة 30% سنويا خصوصا بعدما أطلقت العديد من الشركات خاصية التمويل والتركيب لتؤكد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد هذا وتستخدم الطاقة النظيفة اليوم في مملكة البحرين بصورة كبيرة خصوصا خلال العام الجاري ما يؤكد على وعي المستخدمين في اللجوء لها ويبرهن على قوة الشركات البحرينية في تزويد الجميع من دون الحاجة للاستعانة بشركات خارجية متخصصة بالطاقة الشمسية وتعد الطاقة الشمسية من أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة والتي تعتمد على استغلال قوة الشمس لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجاتنا اليومية وتركب هذه الطاقة عبر لوائح شمسية مثبتة على أسطح المباني التجارية أو المؤسساتية أو السكنية ومظلات مواقف السيارات والعديد من الأماكن الأخرى لتحول بذلك من خلال التقاط الضوء المنبعث من الشمس إلى طاقة كهربائية نظيفة وصريقة للمناخ حيث تسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات اليومية والاستغلال الأمثل للمساحات بما يسهم في الوصول للهدف المنشود لمملكة البحرين بخفض الانبعاثات الكربونية وفي السياق نفسه تمكنت مملكة البحرين من تحقيق ما نسبته 28% من هدفها بتحقيق 250 ميجاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 فضلا عن توفير التكلفة الكلية للطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة كشف نأب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب غرب آسيا عبد المجيد حداد أن مملكة البحرين بصدد تطبيق مشروع تخزين مياه الأمطار باستخدام تقنيات حديثة لإثراء الخزانات المائية هذا المشروع يؤكد دعم مملكة البحرين لإعادة استخدام المياه فهو ينظر للتأثيرات المستقبلية للتغير المناخي وكيفية الحفاظ على موارد المياه باستخدام تقنيات خاصة بحجز مياه الأمطار وتوجيهها للمكامن المائية وكذلك ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها الجدير بالذكر بأن هذا المشروع في طور الدراسة ووصل إلى المستوى الثالث وسيتم تطبيقه خلال عام حققت جهود شركة الدرعية السعودية بالتعاون مع فريق عمل مشروع وادي صفار في مجال التنمية المستدامة وجودة الحياة نجاحا باهرا في حصول المخطط الرئيسي للمشروع على شهادة الفئة الذهبية المسبقة كأول جهة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط يتم منحها هذه الشهادة وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية أن حصول وادي صفار على هذه الشهادة جاء نتيجة التزام المخطط الرئيسي للوادي بخلق تجربة معيشية راقية ومستدامة تعتمد على تعزيز البيئة الطبيعية وتوفير مرافق متنوعة للراحة والخدمات والترفيه والحفاظ على الجمال الطبيعي للوادي رصد تقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية زيادة حدة الأخطار المتعلقة بالتقص الناتج عن تغير المناخ في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من جانبه توقع عدد من العلماء بالأكاديمية الصينية للعلوم انخفاضا كبيرا في مخزون المياه بالأرض خلال السنوات السبعين المقبلة هذا هو يواصل العالم جهوده لفهم التأثيرات المناخية المتنوعة والتي تختلف من منطقة إلى أخرى حيث يتطلب التصدي للتغير المناخي تعاونا دوليا قويا لمواجهته والحد من تأثيراته